اشتركوا في القناة يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض اول سؤال اول سؤال بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس سؤال الاول بيقول اذا كان جاء سبعين بيساوي جتا سين حيث سين قياس زاوية حدة فان سين بتساوي نقاط هنشوف الاختيارات بيقولك ستين درجة خمسة واربين درجة عشرة درجة عشرين درجة طبعا انا عارف ان الجاء سبعين بيساوي جتا سين يبقى لما يكون جاء زاوية بيساوي جتا زاوية يبقى لازم يكون الزاويتين دول متتامتين تمام يبقى زاويتين متتامتين الزاوية الاولى بسبعين يبقى التانية هنجيبها ازاي هنقول تساين ناقص سبعين هتدينا عشرين درجة نشوف مع بعض السؤال التاني السؤال بيقول لي في المسلس الف به جيم اذا كان قياس زاوية الف بيساوي خمسة وثمانين درجة وجاء به بيساوي جتا به فان قياس زاوية جيم بتساوي مديني الاختراض تلاتين خمسة واربعين خمسين او ستين درجة طبعا نركز سنة تلتة ان احنا عندنا مسلس طبعا المجموعة قصة زاوية المسلس بمية وتمانين درجة هو مديني قياس زاوية الف بخمسة وتمانين ومديني جا به بتساوي جتا به ده يخليني افتكر ان انا عندي اخدت زاوية من الزاوية الجا بتاعتها بتساوي الجتا يبقى انا بتكلم على الزاوية 45 درجة تمام كده يبقى معنا كده انا اجبت قياس زاوية ب их بخمسة واربعين يتبقى لي قياس زاوية جيم بحقول مية وتمانين ناقص طبعا خمسة وتمانين زائد خمسة واربعين الدول كده حيددوني مية وتلاتين درجة يبقى مية وتمانين ناقص مية وتلاتين تديني خمسين درجة سؤالي بعد أولاد بيقول لي إذا كانت جاتا سين بيساوي جزر 3 على 2 حيث سين دي قياس زاوية حادة فإن جاة 2 سين يساوي نقط طب أنا عارف كده أن أي زاوية بتيجي بعد الجاة والجاتة أو الظاهية زاوية حادة طب لما قلت جاتا سين بيساوي جزر 3 على 2 على طول أوتوماتيك تروح أنت رايح جاي بالسين السين تتطلع بكام؟ أعمل لها إيه؟ حجيب طبعا هضغط على الآلة أكتب shift cosine جزر 3 على الاتنين حطلع لي هنا 30 درجة حطلع لك هطلع الزاوية بتلاتين درجة طيب لما الزاوية سين بتلاتين درجة أنا عندي هنا بقى بيطلب مني جاء 2 سين يعني 2 في 30 2 في 30 بستين يبقى جاء ستين لازم هتطلع بكام؟ بجزر 3 على الاتنين أنا مش مستني اختيارات أنا كمان عرفتها الواحد تمام السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كانت زاو سين زاوية 15 بتساوي جزر 3 حيث سين قياس زاوية حادة فإن زاو سين بتساوي طبعا نفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها أي زاوية أو أي متغيرة سنة تالتة يجيبوا بعد الجاة والجاة والزاوي يبقى أنا كده عايز قياس زاوية قياس الزاوية كله بتجاب بطريقة واحدة إن أنا بضغط shift لو كان جايب جاي بضغط سين لو كان جايب جاة بضغط كوزين لو زا بضغط تين تمام يبقى أنا كده حضغط تين آآ شفت تين آآ جزر 3 حتدين الزاوية كام ستسين درجة تمام يعني معنى كده إن سين زائد خمستاشر على بعضها بتطلع بستين طبعا سين زائد خمستاشر بستين يعني معنى كده إن سين حتطلع بخمسة وارباين ركز بقى لأنه ما تديك من دمن الاختيارات خمسة وارباين هو مش عايز سين المرادي هو المرادي عايز زاو سين يعني زاو خمسة واربعين حتطلع بواحد سؤال بعض رجالة بيقولك إذا كان ألف به قطرا في الدائرة حيث الألف بتلاتة وسالب خمسة والبيه بخمسة واحد خد بالك قطر الدائرة يعني جاي من أولة لأخيرها وبيمر بمركز الدائرة فإن مركز الدائرة أب أنا عارف دايما أن مركز الدائرة هو منتصف القطر مركز الدائرة هو منتصف القطر بالتالي لو أنا عايز مركز الدائرة يبقى كإني بجيب إحداثيات نقطة المنتصف أيوة أنا حبتدي أجمع السينات يعني سين واحد زائد سين اثنين على الاثنين وكمان صود واحد زائد صود اثنين على الاثنين يعني حجمها تلاتة زائد خمسة يديني تمانية على الاثنين فيها الأربعة سالب خمسة زائد واحد تديني سالب أربعة على الاثنين تديني سالب أثنين يبقى أنا عندي نقطة مركز الدائرة هي أربعة وسالب أثنين تشوف السؤال بعد كده بيقول لي المستقيم الذي معادلته اثنين صود بيساوي تلاتة سين زائد ستة يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءا طوله قد ايه وحدة طول طبعا خد بالك انت عندك بقى المعادلة الخط المستقيم طبعا ليها صورة عامة يا اما اقول صوت بتساوي ميم سين زائد جيم وفي الحالة ديات ميم بتديني الميل وجيم هو ده الجزء المقطوع يا اما تكتب برضو في الصورة الاخرى اللي هي المعادلة الصفرية الف صوت بتساوي بسين زائد جيم طب انا دلوقتي عايز اجيب مين عايز اجيب الجزء المقطوع انا ممكن في معادلتي دي اتقاسم المعادلة كلها على اتنين حتبقى صوت بتساوي تلاتة على اتنين سين زائد تلاتة الجزء المقطوع من محور الصادات يبقى تلاتة وحدة طول قصة معايز السؤال الجاي بعد كده يا اولاد بيقول لي دايرة مركزها نقطة الاصل وطول نص قطرها اتنين واحدة طول فاي من النقاط الاتية تنتمي للدائرة الا عندنا خد بالك لما يكون مركزها نقطة الاصل يبقى مركزها صفر وصفر طيب انا لو عايز اعرف بعض النقطة انت عارف ان القانون البعد فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع لكل تحت الجزر ولكن القانون دا مش هينفع معايا هنا انا عايز القانون السريع لما يكون دايما عايز تجيب بعض النقطة عن نقطة الاصل عند القانون بيقول جزر سين تربيع زائد صاد تربيع مباشرة طيب انا حمسك كل نقطة من دي وهعمل لها اختبار يعني حمسك مثلا واحد واثنين ربع الواحد وربع الاثنين واجمعهم تحت الجزر والله لو طلع اتنين يبقى ينفع ما طلعش يبقى ما ينفعش يبقى واحد تربيع بواحد اتنين تربيع باربعة اجمع خمسة تحت الجزر جزر خمسة ما تنفعش جزر تلاتة تربيع بتلاتة واحد تربيع بواحد اجمع تلاتة زائد واحد اربعة تحت الجزر يبقى جزر الاربعة باتنين فعلا هو دي او هو ده الاختيار المزبوط المناسب لي تقصد لا مستر ان انا لازم هنا ابتدي امسك كل نقطة وابتدي اجربها لان هنا ما فيش قاعدة سبتة لان اطلع بها النقطة بالزبط كده ما فيش نقطتين قدامه عشان ادرى اجيب البعض ما بينه سؤالنا بيقول المستقيم الذي معادلته ثلاثة سين ناقص ثلاثة سود زائد خمسة بيساوي سفر يصنع زاوية مجابة مع الاتجاه المجب لمحور السينات قياسها طبعا هنا هو عايز الزاوية يبقى انا المفروض اجيب الزاوية اللي عندي طب انا هجيب الزاوية منين المفروض ان انا اجيب الميل طب الميل بتاعي طبعا هنا المعادلة في الصورة الصفرية هنقول سالب معامل سين على معامل صود يعني سالب ثلاثة على سالب ثلاثة هتديني واحد هو اللي انا جبته ده ايه الميل طب ايه علاقة بقى الزاوية بالميل ما احنا عارفين ان ميل الخط المستقيم بيساوي زاوية يبقى انا برضو هضغط شفتتين واحد هتديني خمسة واربعين معنى كده ان الزاوية عندي بخمسة واربعين ضرق سؤالي بعده هؤلاء بيقول لي اذا كان المستقيم ثلاثة سين ناقص أربعة صاد ناقص ثلاثة بساوي سفر والمستقيم كاف صاد زائد أربعة سين ناقص ثمانية بساوي سفر متعامدين فإن كاف بتساويين وقت خد بالك اول ما يقول لك كلمة متعامدين انت تبقى عارف على طول ان في حاجة اسمها شرط التعامد بيربط ما بين المستقيمين شرط التعامد هو ان ميل واحد او الميل الاولاني في الميل التاني بيساوي سلب واحد يبقى انا مضطر احسب الميل الاولاني للمعادلة الاولى واحسب الميل التاني واضربهم في بعض يكون الناتج سلب واحد او زي ما بنقول ان الميل بتاع كل واحد فيهم هو عبارة عن المعكوس الضربي للمعكوس الجامعي للاخر طيب يلا بينا نشوف الاختيارات بتاعتنا وتعالى نجيب الميل الاولاني الميل الأولاني في المعادلة الصفرية سالب معامل سين على معامل صاد يعني أطلع سالب 3 على سالب 4 في النهاية حيديه 3 على 4 تمام تعال هات الميل الثاني الميل الثاني أنت عندك سالب معامل سين على معامل صاد انتبه أنه هو مبدل لك الرموز انتبه ما تبقاش مخدها كده أنه دايما السين في الأول والصاد في الثاني سالب معامل سين على معامل صاد سالب 4 على كاف سالب 4 على كاف أصبح الميل الأولاني عبارة عن 3 على 4 الثاني سالب 4 على كاف حضربهم في بعض ويطلع الناتج سالب واحد وعمل معادلة او اقول له والله ان المفروض ان السالب 4 على كاف هي عبارة عن المعكوس الجامع للمعكوس الضربي للكلام ده اللي هو سالب 4 على 3 في الحالة دي هتطلع الكاف بتساوي سالب 3 بيقول لي اذا كان المستقيمين سين زائد صوت بتساوي 5 وكاف سين زائد 2 صوت بتساوي 0 متوازيين فان كاف بتساوي طبعا يا شباب علاقة المستقيمات المتوازية ان الميلين بتوحهم بيكونوا متساويين طب لو انا برضو حبيت اجيب الميل الاولاني بتاع المستقيم الاولاني سالب معامل سين على معامل صوت يعني سالب واحد على واحد سالب واحد حايديني سالب واحد ومن الناحية التانية هتبقى سالب كاف على الاتنين حايديني طبعا لو انا سويت الطرفين ببعض انا هقول له سالب كاف على الاتنين حيساوي سالب واحد اذا كاف هتطلع باتنين سؤال كمان يا ولاد بيقول لي المسافة العمودية بين النقطة 3 و 4 و محور السنات تساوي نقط خد بالك لما قل لك بعد نقطة عن محور السنات يبقى على طول تقول لي القيمة المطلقة لصاد بعد أي نقطة عن محور السادات هو القيمة المطلقة لسين خد بالك من القانون ده كويس بعد أي نقطة عن محور السادات هو القيمة المطلقة لسين بعد أي نقطة عن محور السينات هو القيمة المطلقة لصاد طب أنا عايز البعد عن محور السينات يبقى القيمة المطلقة لصاد اللي هو يطلع بربعة هتطلع هنا بربعة بيقولي معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 3 وسالب 4 ويوازي محور الصادات هي مديني طبعا هنا اختيرات صاد بتساوي سالب 4 سين بتساوي 3 صاد بتساوي 3 سين بتساوي سالب 4 خط بالك من النقطة دية لأنها مهمة جدا ومش هايزك تطلعبط وطاعد تعمل أو تكون المعادلة أول ما يكون قيل لي كده أنا عايز معادلة المستقيم اللي بيوازي محور الصادات يبقى معاملتي المعادلة بتاعتي لا تحتوي على صاد ولكن هنقول سين بتساوي هروح للمعادلة واشوف السين عندي قيمتها كام 3 يبقى معادلتي هتبقى سين بتساوي 3 وكمان المسألة دي بتفكرني بمعادلة محور التماثل بتاعة الخط المستقيم خدوا بالكم المعادلة اللي موجودة في الجبر في الجبر كنت بقول معادلة الخط المستقيم أو معادلة محور التماثل المنحنة فاكر لو تفتكر كده كانت دايما بتطلع سين بتساوي رقم اللي هو معامل سين أو معامل سين في النقطة بتاعة نقطة طرقس المنحنة فدايما كده افتكر أن معادلة الخط المستقيم اللي بتوازي محور الصادات دايما معادلتها سين بتساوي رقم طب يا مستر لو كان جايب هالي بقى في نفس المسألة وبيقول لي عايز المعدلة المستقيم اللي بيمر بالنقطة ديت بس بيوازي محور السينات حاكس بقى الكلام بيوازي محور السينات يبقى على طول معادلته صد بتساوي صد بتساوي المعامل بتاع أو الإسقاط أو المسقط ال attendee التاني بتاع النقطة يبقى ساوي 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 بربعة يبقى هنا المعدلة بتاعت اللي بتوازي محور لإلا الصدات هتبقى ساوي property سؤال كمان يا أولاد بيقول لي عايز مساحة المثلث بالوحدات المربعة المحدد بالمستقيمات 3 سين ناقص 4 صاد بيساوي 12 وسين بيساوي 0 وصاد بيساوي 0 خد بالك السؤال ده جميل جدا هو مش مرسوم ولكن الناس الشطرة تتخيل معايا في شوية ثوابت هنا حاجات احنا عارفينها سبتة ايه هي المستقيم اللي هو سين بيساوي 0 ده ده دوة المستقيم الممثل لمحور الصادات تمام طب وصاد بيساوي 0 ده اللي بيمثل لي محور الصادات خد بالك بقى اي خط مستقيم عنده سين وصاد في نفس الوقت اعرف ان ده خط مستقيم مائل وطالما خط مستقيم مائل يبقى بيقطع محور الصنات وبيقطع محور الصادات ممتاز بالشكل ده ارسم بقى في مخك كده انت عندك محور صنات وعندك محور صادات وعندك خط مستقيم مائل اكيد انت كونت مسلث قائم هو كده المستقيم بيقطع محور السينات ومحور الصادات يبقى أنا عشان أجيب مساحة المسلس المفروض أن أنا أعرف نقطة تقاطع مع محور السينات ونقطة تقاطع مع محور الصادات وممكن أجيب على طول الجزء المقطوع من محور السينات وطول الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو عن طريق لو أنت عايز تجيب طول الجزء المقطوع من محور السينات حط الصاد بصفر وعود وطلع قيمة السين المطلقة ولو أنت عايز تجيب طول الجزء المقطوع من محور الصادات طبعا حط السيم بصفر وطلع قيمة صاد المطلقة في الحالة دي لو انا عوضت مثلا عن الساد بصفر هتبقى 3 سيم بتساوي 12 يبقى سين هتساوي 4 يبقى انا كده المستقيم بيقطع 4 وحدات من محور السينات تمام محور السينات طب لو انا عايز اجيب بقى طول الجزء المقطوع من محور الصادات هحط السيم بصفر تبقى سالب 4 ساد بتساوي 12 معنا كده ان الساد هتطلع بسالب 3 طبعا ايوة لازم ناخد بالنا ان انا بتعامل مع القيمة المطلقة وانا بجيب الى ابعاد هتطلع بتلاتة يبقى انا كده اجيب مساحة المستطيل طبعا نص طول القاعدة في الارتفاع ما تنساش ان دوت هيبقى مسلس قائم الزاوية لان انت المستقيم بيقطع محور السينات والصادات وهتلاقي نقطة الاصل بتاعتك اللي هي واو هي ديت نقطة رأس المسلس طبعا ده مسلس قائم الزاوية يبقى حقول نص في اربعة في تلاتة هيطلع لي ست وحدات مربع نشوف مع بعض السؤال التاني ودي مسألة وطبعا دي من المسائل السهلة اللي لازم تركز فيها كويس قوي من المسائل البسيطة ولكن كل خطوة بيكون عليها درجة فما تستعجلش ويمشي خطوة خطوة بيقول لي الف به جيم مسلس قائم الزاوية في به ومديني طول الف جيم ب13 سنتي ومديني به جيم بكام ب12 سنتي طبعا ما هشتغل على الجاة والجتا يبقى انا لازم اجيب اضلع المسلس كاملة هو مديني ضلعين يبقى انا هجيب الضلع التالت طبعا يا شباب هنجيب طول الضلع التالت بنظرية في صغرس يعني هقول له انه الف به تربيع بتساوي الف جيم تربيع ناقص به جيم تربيع زي ما احنا معواضين هقول 13 تربيع ناقص 12 تربيع الناتج هيطلع لي 25 طب انا عشان اجيب الف بي هجيب الجزر التربيع لل25 هيطلع 5 سنتي يبقى انا كده جبت طول الف بي اقدر بقى اثبت اللي هو طلب طبعا خد بالك لما يجي يقول لي اثبت يبقى انا عندي طرف ايمن المفروض ان انا اشوف كده ان عندي جاة تربيع جيم زائد جاة تربيع الف هقول بتساوي الجاة طبعا بفكرك ان الجاة مقابل على الوطر انا عندي الف هتبقى الجاة بتاعتها 12 الجاة بتاعتي هتبقى 5 على 13 تربيع ويجاة الف هتبقى 12 على 13 تربيع طبعا لما فكها وربعها الناتج هيديني واحد وهو ده المطلوب او هو ده الطرف الايسر سؤالي بعض اولاد بيقول لي اوجد قيمة سين التي تحقق ان سين مضروبة في جاة 30 بتساوي جاة 30 جاة 60 زائد جاة 30 جاة 60 معلش الستين نزلت في السطر اللي تحت طيب ركز معايا انت عايز تجيب قيمة سين يبقى انت بالنسبة لك كده انت بتحل معادلة حلو طالما بحل معادلة يبقى حنزل كل حاجة في مكانها بقيمتها اللي قدر احلها بمعنى هقدر اقول له كده السين سيبها زي ما هي جاة 30 بنص انا عارفها هعوض عن الجاة 30 بنص يبقى نص في سين بنص سين بعد كده جاة 30 بنص وجاة 60 كمان بنص يبقى نص في نص زائد تنزل في مكانها جاة 30 بجزر 3 على الاثنين جاة 60 بجزر 3 على الاثنين مضروبين في بعض تعالى كده نضرب مع بعض نص في نص يديلك ربع وجزر 3 على الاثنين يضرب في جزر 3 على الاثنين يديلك 3 على الاربعة ربع زائد 3 تربع طبعا بواحد اصبح نص سين بتساوي واحد لما نص سين بيساوي واحد اقدر اقول له ان السين بتساوي واحد على نص اللي هي تطلع بكام? باتنين. يبقى قيمة السين اللي كانت مضروبة في الاول خالص دي كانت قيمتها بكام? باتنين. نشوف السؤال التالت بيقول ايه? السؤال بيقول لي الف به جيم مسلس متساوي السقين فيه الف به بيساوي الف جيم بيساوي عشرة سنتي. وبه جيم بتساوي اتناشر سنتي اوجد طالب اول حاجة قياس زوية به. تاني حاجة مساحة سطح المسلس الف به جيم. طبعا دي من المسائل الحلوة ومسائل المشهورة بتعتمد على معلومات انت اخدتها السنة اللي فاتت عن المسلس المتساوي السقين. طبعا لازم نبهك على حاجة مهمة جدا. انا ما ينفعش شباب اجيب جا وجتا وزاو اي زاوية الا لما يكونوا داخل جوا داخل مسلس قائم الزاوية. انا كنت معلوماتي بتقول ان الف بهجيم مسلس متساوي السقين. ما كانش عندي زاوية قايمة. طب انا هعمل ايه? انا هقوم بعمل آآ الف ده العمودي على بهجيم. طب هو انا العمل ده هستفيد منه حاجة. قال لي ايوة. انا عندي مسلس متساوي السقين. لما انزل من آآ من زاوية الرأس بعمود على القاعدة. معنى كده ان هو هيقسم لي القاعدة نصفين. يعني بعدك يعني معنى كده ان بهدال هتساوي ده الجيم. هقسم اللي اتناشر على الاتنين تديني ستة. يبقى انا كده قلت له بما انه الف به بتساوي الف جيم. والف ده العمودي على بهجيم. انا كده استفدت ان بهدال بتساوي ده الجيم بتساوي اتناشر اه اتناشر على الاتنين. هتساوي ستة سنتي. اصبح المسلس الف به ده قائم الزاوية فين في ده. في الحالة ديت انا اقدر اجيب زاوية به. طب اجيبها ازاي? انا عندي دلعين هنا اللي هو الف به بعشرة سنتي. وعندي بهدال بكام بستة سنتي. خد بالك بقى وانت بتجيب الزاوية. شوف المعطيات اللي عندك. يعني شوف الدلعين دولة بيمثله ايه? عندي بهدال بيمثل المجاور لزاوية به. وعندي الف به دوت الوطر. جميل. يبقى انا مجاور على وطر ده بيجيب لي مين? جتا. يبقى انا المعلومة اللي عندي. ان جتا زاوية به بيساوي ستة على العشرة. معنى كده عشان اجيب قياس الزاوية. هقول له شفت كوزاين ستة على العشرة. هتطلع الزاوية زي اللي عندي ديت تلاتة وخمسين درجة وسبعة دقايق وتمانية واربعين سنة. طبعا عايز اكمل مسألتي عشان اجيب مساحة المسلس. المفروض نص طول القعدة في الارتفاع. انا عندي القعدة اللي هي بهجيم. ولكن الارتفاع الف دال مش موجود. طب اجيبه ازاي? هرجع برضو اجيبه في صغرس. هقول ان الف دال تربية بيساوي الف به تربية نوائز به دال تربية. يعني عشرة تربية نوائز ستة تربية. هيديني اربعة وستين. الف دال هنجيب الجزر التربية للاربعة وستين هتطلع بتمانية. خلاص كده انا عندي القعدة وعندي الارتفاع. حكتب بس القانون مساحة المسلس. نص بهجيم في الف دال. يعني نص في اتناشر فيه تمانية. حيديني تمانية واربعين سنتيمتر مربع. سؤال بعد كده يا ولاد بيقول لي ازا كان بعد النقطة سين وخمسة عن النقطة ستة واحد يساوي اتنين جزر خمسة. واحدة طول. اوجد قيمة سين. السؤال ده من الاسئلة الجميلة. المفترض ان هي انت عارف انت هتعمل ايه. انا عارف بقولك اهو. هات البعد ما بينه نقطتين. وخليه بيساوي اتنين جزر خمسة. قانون البعد احنا عارفينه فرق السينات تربيع زائد فرق الصدات تربيع الكل تحت الجزر. طيب. يبقى انا حمسك النقطتين دول اللي عندي. اجيب البعد ما بينهم. فرق السينات يبقى سين ناقص ستة. الكل قس اتنين. ما تنساش قس اتنين. زائد. فرق الكلام اللي حضرتك جبته ده بيساوي اتنين جزر خمسة. طيب انا هقارن بقى اللي اتنين ببعض. تقول لي ماشي انا تعالى بسط بس اللي تحت الجزر كده شوية. السين ناقص ستة تفضل زي ما هي. الكل قس اتنين. وخمسة ناقص واحد باربعة تربيعها بستاشر. يبقى زائد ستاشر بتساوي اتنين جزر خمسة. في حاجة مضايقك. الجزر التربيعي. تمام. عمان احنا عارفين لما يكون عندنا جزر التربيعي. عشان اتخلص منه. ويبقى انا حربع المعادلة كلها. بتربيع. واخد بالك عشان بنغلط فيها. بتربع طرف والطرف التاني لأ. او طبعا ده ما ينفعش. المفروض ان انا اربع الطرفين. لما اربع الطرف الايمن كل اللي هيحظل ان الجزر التربيعي هيديع. حتتبقى للمعادلة سين ناقص ستة الكل قس اتنين زائد ستاشر. لما يجي اربع الطرف التاني هربع اتنين جزر خمسة. هتديني اتنين في اتنين باربعة. وجزر خمسة في جزر خمسة بخمسة يبقى اربعة في خمسة بعشرين. هتكون معادلتي على الصورة. سين ناقص ستة. تربيع زائد ستاشر بتساوي عشرين. اوعى خلي بالك اوعى الناس اللي بتشيل الجزر التربيع يقول لك بالتربيع يشيل الجزر التربيع على طول اوعى تشيل الجزر التربيع من هنا. خلي بالك. ده يا مثلا انا هربعها كلها. ربع اتنين جزر خمسة. بالتربيع على طول. يبقى سين ناقس ستة كل تربيع زائد ستاشر بيساوي كام? بيساوي عشرين. طب بقت معادلة عادية انت بتعامل القوز ده كأنه رمز. رمز قس اتنين زائد ستاشر بيساوي عشرين. يبقى سين ناقس ستة تربيع هتساوي عشرين ناقس ستاشر. اللي هو بيساوي اربعة. طب دلوقتي انا عندي مشكلة تانية زهرت. انا عندي باي هنا تربيع. اللي يضيع التربيع الجزر التربيعي. برضو انا هجيب الجزر التربيع للطرفين. طبعا خد بالك من نقطة مهمة جدا. اما تكون معادلتك فيها جزر تربيعي وعايز تجيب الجزر التربيعي ما تنساش ان انت بتجيب الجزرين الموجب والسالب. يبقى انا عندي هقول بعد ما اجيب الجزر التربيعي هتبقى سين ناقس ستة بتساوي الجزر التربيعي طبعا الموجب والسالب للتنين. مرة هتخلي السين نقل ستة بتسوي اتنين ومرة هتخلي السين زائد نقل ستة هي اللي بتسوي كم سالب اتنين طيب لو انا اشتغلت على ان سين نقل ستة بتسوي سالب اتنين حودلها الستة برة بعكس الاشهارة كانت بالسالب تطلع بالموجب يبقى سالب اتنين زائد ستة تطلع باربعة طب الناحية التانية لو خلتها سين نقل ستة بتساوي اتنين حودل ستة الناحية التانية او سالب ستة الناحية التانية هتبقى موجة بستة يبقى سين بتساوي اتنين زائد ستة يعني سين هتطلع بتمانية يعني معناك كده انا عندي هنا قيمتين للسين سين باربعة او سين بتمانية كان في طريقة تانية كنا ممكن نشتغلها ولكن هنت كده هتصعبها على نفسك دي الطريقة الاسهل كان ممكن واحد هنا يقول لي انا ممكن افكي القوس ده مربع الاول مربع التاني الاول في التاني في اتنين وترجع تحللها مرة تانية اوه بالزبط كده معادلة صفرية واشتغلنا بطريقة التحليل في سنة تانية اعدادة وعارفين ان في تحليل مقدار سلاسي وكدت هتقدر تحللها وبرضو هيتطلع عندك قيمتين لان هيتطلع عندك قصين هتساوي كل واحد بالصفر وتشتغل ولكن الطريقة دي اسهل بكتير جدا انا انجزت بسرعة فيها شوف السؤال اللي بعد كده اه سؤالنا بيقول اثبت ان النقط الف تلاتة وسالب واحد به سالب اربعة وستة جيم اتنين وسالب اتنين تقع على دائرة واحدة مركزها النقطة ثم اوجد محيط الدائرة بدلالة طبعا الشباب لازم الاول ابقى فاهم انا حعمل ايه في المسألة هم الديني تلات نقط الف وبه وجيم طالب مني اثبت ان هم بتمر بيهم دائرة واحدة ومركزها طب لو بتمر بيهم دائرة واحدة مركزها ميم يبقى انا المفروض اثبتها ازاي انا لو قدرت اثبت ان ميم الف بيساوي ميم به بيساوي ميم جيم يبقى انا كده قدرت اثبت ان التلات نقط بتقع على الدائرة اللي مركزها ميم عن خلاء من خلال ايه يا مستر? ان يكون البعض ما بين المركز وكل نقطة موجودة على الدايرة متساوي. انا عارف ان الدايرة بتتكون من عدد لا نهاء من النقاط. جامعها تبعد نفس البعض عن نقطة سابتة. اللي هي مركز الدايرة. ده تعريف الدايرة. يبقى بالتالي انا لازم فعلا اجيب الميم الف والميم بيه والميم جيه. طبعا هنا هنجيبها بالبعض بين نقطتين. يعني هنقول ميم الف بتساوي. طبعا الجزر التربيعي لفرق السينات تربيع زائد فرق الصداد تربيع. هنقول سالب واحد نقص ثلاثة تربية زائد اتنين. آآ طبعا سالب سالب يعني اتنين زائد واحد تربيع. طبعا كل ده هيديني في النهاية خمسة وحدات طول او خمسة واحدة طول. هنجيب بنفس الطريقة اميم بيه. هنقول سالب واحد زائد اربعة. الكل هو ستنين. زائد اتنين. ناقص ستة الكل هو ستنين. فهيطلع معي برضو هنا تلاتة تربيع بتسعة وهيطلع هنا سالب اربعة تربيعها بستاشر برضو الناتج هيديني خمسة واحدة طول اللي بعدها برضو بنفس الطريقة هنقول برضو سالب واحد نقص اتنين تربيع زائد اتنين تربيع برضو هتديني خمس وحدات طول طبعا في المسائل ديت أنا ببقى وأنا بحل المسألة ببقى متأكد إذا كنت حلت صحة ولا غلط أنا المفروض أنهم يطلعوا نفس القيمة عشان قدر أقوله أنهم التلاتة على دايرة واحدة أو على الدايرة اللي مركزها مين طبعا هقوله بقى بما أن ميم ألف بيساوي ميم بيه بيساوي ميم جيم إذن النقط ألف وبه وجيم تقع على دايرة واحدة مركزها ميم كده خلصنا المسألة لا لسه مستر وناخد بالنا من باقية المعطيات أو باقية المطاليب بتاعت المسألة طالب مني محيط الدايرة ولكن بدلالة باي يعني إيه مستر بدلالة باي نفتكر ما بعض قانون محيط الدايرة محيط الدايرة اتنين باي ناق طبعا اتنين وباي حنسيبها زي ما هي طب ناق فين بقى طب ما احنا لسه قيلين إن ميم ألف وميم بيه وميم جيم هما دول إيه دول نص قطر أو أنصاف أقطار الدايرة وهنا عارفين أنصاف أقطار الدايرة متساوي كل واحدة فيهم بخمسة وحدة طول يبقى أنا حقول اتنين في باي في خمسة اتنين في خمسة طبعا بعشرة وحايديني عشرة باي وحدة طول وده طبعا محيط الدايرة ولو كنت عايز تجيب المساحة كنا حنقول باي نق تربيع سؤالي بعض أولاد بيقول لي أثبت أن المسلس الذي رؤوسه ألف أربعة وتلاتة وبه سلب تلاتة واثنين وجيم تلاتة وصفر قائم الزاوية في جيم ثم أوجد إحداثي الرأس دال التي تجعل الشكل ألف به جيم دال مستطيل طيب خد بالك كده معايا هو قال لي أنا عايز أثبت الأول أن المسلس ألف به جيم خلي بالك قائم الزاوية في جيم لازم الأول ترسم كده الشكل بشكل بطريقة مبسطة عشان على الأول تبقى عارف خطواتك ماشي إزاي طبعا أنا عندي هنا ألف به جيم طالب يثبت أنه هو مسلس قائم الزاوية والزاوية القايمة بتاعته جيم عشان كده طبعا رسمنا المسلس أو المستطيل بالشكل ده تمام؟ طب تعالوا بينا بقى نشوف إزاي نثبت أن المسلس ألف به جيم قائم الزاوية في جيم الخطوات اللي احنا متعلمينها عارفين أنه احنا هنشتغل بعكس نظريات في سغورس إزاي عكس نظريات في سغورس؟ هجيب طول الألف جيم واجيب طول البيه جيم واجيب طول الألف جيم الألف به وبعد كده هلاقي أن البعض الكبير تربيع بيساوي مجموع البعضين الصغيرين أو الآخرين في المسلس بالتالي أنا كده حققت نظرية في سغورس طب تعالوا نشوف أول حاجة هجيب بعض الألف جيم فرق استناد تربيع زائد فرق استناد تربيع الكل تحت الجزر هيطلع لي أربعة نقص ثلاثة كل تربيع زائد ثلاثة نقص صفر كل تربيع فيطلع بجزر عشرة واحدة طول طب تعالوا كمان نجيب البيه جيم هيطلع بثلاثة زائد ثلاثة الكل تربيع زائد صفر نقص ثلاثة الكل تربيع تحت الجزر وده المفروض يطلع بجزر أربعين اللي هي بثلاثة جزر عشرة تعالوا نجيب ألف جيم ألف جيم هتطلع باربعة زائد ثلاثة الكل تربيع زائد ثلاثة نقص ثلاثة الكل تربيع وده المفروض يطلع بجزر خمسين اللي هي تطلع بخمسة جزر اتنين لو حططها على الايلة بالاختصار بالشكل ده انا عندي التلات اضلاع نبتدي بقى نقارن بينهم ونشوف مين اكبر دلعة فيهم في الطول طبعا واضح ان الف بيه طبعا هو الاكبر اللي فوق جزر عشرة اللي تحت جزر اربعين والف بيه بجزر خمسين طبعا هي اكبر اللي اطول او الاضلاع طولا هنربعها تبقى تدينا خمسين وهنبتدي نربع به جيم تربيع زائد الاف جيم تربيع اربعين زائد عشرة برضو اريد ع ازاوية تربيع زائد به جيم تربيع يبقى المثلص هيكون قائم الزاوية في جيم طيب يبقى الرسمة اللي احنا كنت رسمينها كدت رسمة صحيحة اصبح زاوية جيم هي الزاوية القائمة يبقى المثلص بتاعي اسمه الف جيم به على اعتبار أن زاوية جيم هي الزاوية الايه القائمة دلوقتي بقى فاضل الشق التاني من السؤال هو عايز زاوي عاوز النقطة اللي اسمها دال. عشان يبقى المستطيل بتاعك الف جيم به دال عبارة عن شكل ايه? مستطيل. مين شاطر هيقدر يجيب لي النقطة الرابعة? كان عندنا قانون سريع كده كنا بنقوله. لو انت عايز النقطة الرابعة كنا بنجيبه ازاي? كنا بنجمع الدلعين او النقطتين اللي هما بتوع الاكتار يبقى انا عندي كان الف وي اه بي. تمام? وهطرحهم من النقطة اللي هي اصادة دال اللي هي نقطة جيم. طيب. هقول الف زائد به ناقص جيم. احداثيات النقطة الف زائد احداثيات النقطة اللي به نجيب منها احداثيات النقطة جيم. برافو عليك. يبقى كده انا اقدر نجيب مين? احداثيات نقطة دال. مستر هو انا ممكن احل المسلس دا وتأو اثبت ان هو قائم الزاوية بطريقة تانية غير الابعاد? اكيد طبعا احنا اشتغلناها بطريقة البعض. ممكن اشتغلها عن طريق الميل. تمام? ازاي? انا دربهم سالب واحد. حاصل الدرب سالب واحد. طب تعالى نشوف. عندي ميل الف جيم هيساوي تلاتة ناقص آآ صفر على اربعة ناقص تلاتة طبعا بفكرك بقانون الميل آآ الصادات على فرق السينات او صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. في الحالة الاولانية طلع لنا الميل بي تلاتة. طب لو حبينا نجيب ميل بي جيم صفر ناقص اتنين على تلاتة زائد تلاتة حيديني بسالب تلت. طبعا انا المفروض ان انا اضرب الميلين. تلاتة في سالب تلتي ديني سالب واحد. يقادي ميل الف جيم في ميل تلاتة في سالب تلتي ديني سالب واحد. يبقى الف جيم عمودي على جيم. وطبعا دي طريقة مبسطة جدا وسهلة لاثبات ان المسلس الف جيم قائم الزاوية في جيم. طبعا انا عرفت ليه قائم الزاوية في جيم? لان نقطة جيم هي النقطة المشتركة. قلت الف جيم عمودي على جيم يبقى واضح ان جيم هي الزاوية القائمة. نجي بقى نطبق القانون اللي قلنا عليه من شوية لو عايز نقطة دال اللي تخلي الشكل الرباعي بتاعك سواء مستطيل او متوازي اضلاع او اه مربع او معين على طول كده لاحظ مين هي الاحداثيات بتاعة القطر الكامل. ايوة الالف والبي ده القطر الكامل بتاعي. طب القطر اللي مش كامل. انا عندي جي مودال جي موجودة ولكن دال هي اللي انا هحسبها. يبقى على طول تحط نفسك كده تقول لحجم احداثيات القطر الكامل. واطرح منها احداثي القطر اللي مش كامل. يبقى الالف زائد البي ناقص الجيم. طب يا مستر دي انا بعملها ازاي? هقول له كده. حاجب النقطة الف. النقطة الف عبارة عن اربعة وتلاتة. والنقطة به كانت عبارة عن سالب تلاتة واتنين. والنقطة جيم كانت عبارة عن تلاتة وصفر. يلا بينا نجمع كده احداثيات الالف والجيم. او يعني لما يجي اجمع ايوة. ايوة. الاحداثي الصادي مع الاحداثي الصادي. يلا بينا نشوف. اربعة. الا اربعة. زائد السالب تلاتة تديني. واحد. واحد ناقص تلاتة يديني. هتديني سالب اتنين. يبقى سالب اتنين. طيب. يلا بينا نجي مع السادات. اهه التلاتة والاتنين. ادينا خمسة. خمسة ناقص صفر يديني. تديني خمسة. يبقى احداثي نقطة دال التي تجعل الشكل الف جيم به دال عبارة عن مستطيل هي عبارة عن سالب اتنين وخمسة. نقدر كمان نجيب نقطة الدال بطريقة تانية هي طويلة شوية بس برضو حاجين معينا نتيجة اللي هي ايه? احنا عارفين ان اي شكل ربيعي اه طبعا اه سواء كان متوازي اضلع او مستطيل او مربع او معين في خاصية ان الكتران ينصف كل من هما الاخر. تمام. يعني معنا كده انا عندي كتر كامل اللي هو كان الف بي. لو قدرت تجيب نقطة المنتصف بتاع الف بي. هيبقى هو نفسه نقطة منتصف الجيم دال. جميل. يبقى انا هجيب نقطة المنتصف الالف بي. وارجع اشتغل عليها انها نقطة منتصف جيم دال. عندي نقطة المنتصف تكون موجودة. وعندي نقطة جيم موجودة. هحسب آآ دال بي الطريقة بتاعتها. شوف مع بعض المسألة. بيقول لي ازا كانت النقطة تلاتة وي واحد هي منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين. واحد وصاد واسين واتنين. اوجد قيمة سين وصاد. طبعا دي نقطة المنتصف. هبتدي اكتب القانون بتاعي والقاعدة بتاعتي اللي هي مجموع السنات على اتنين. ومجموع الصادات على اتنين. طبعا مجموع الصنات واحد زائد سين على الاتنين. ومجموع الصادات صاد زائد اتنين على الاتنين. هسويها بي تلاتة وواحد. طبعا اصبح عندي هنا آآ اللي هي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب يبقى المسقط تمام. بيساوي الاحداث الصادي بيساوي الاحداث الصادي. جميل. حيبقى حقول واحد زائد تلاتة. آآ واحد زائد سين على الاتنين بتساوي تلاتة. وكمان صوت زائد اتنين على الاتنين هتساوي واحد. حبتدي احلها معادلة يبقى واحد زائد سين او سين زائد واحد بتساوي اتنين في تلاتة بستة. ومنها طبعا السين اما ودي الواحد الناحية التانية بعكس الاشارة. يبقى السين هتساوي خمس. طب الناحية التانية عندي صوت زائد اتنين هتساوي اضرب اتنين في واحد باتنين. وودي الاتنين الناحية التانية بعكس الاشارة يبقى الصوت هتطلع اتنين ناقص اتنين بصفر. يبقى انا كده جبت له قيمة السين بخمسة وقيمة الصوت بصفر. السؤال اللي بعده قولت بيقول لي اوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع من محوري الاحداثيات السيني والصادي جزء اي نموجة بين طولة هما اربعة وتسعة واحدة طول على الترتيب. خد بالك من الجملة التي قالت. الاحداثي بيقطع من محوري الاحداثيات السيني والصادي اربعة وتسعة على الترتيب. اه. دي سهلة مستر يعني معنا كده ان انا. من السيني قد ايه? اربعة وحدات. ويتسعة واحدات. ده كلام ممتاز. يعني معنا كده انه هو بيقطع محور السينيات في النقطة طبعا اربعة وصفر. مهام. وبيقطع محور الصدات في النقطة سفر وتسعة. حلوة. طيب انت دلوقتي عشان تقدر تجيب معادلة اي خط مستقيم منتهى البساطة انت عندك حكleme الجزء مكتوع من محور الصالات يبقى فرق الصالات على فرق الصنات فرق الصالات يبقى 9 ناقص صفر او صفر ناقص 9 أي ان كانت جاي من انهي اتجاه صفر ناقص 9 على 4 ناقص صفر صفر ناقص 9 بسالب 9 و 4 ناقص 0 ب4 يبقى سالب 9 على 4 ده الميل و الجزء المقطوع لكن كنا بنعمل ايه المفخوض اننا كنا بنعوض بنقص بنقطه من النقطتين بس أنت هنا مش محتاج تعويض ده أنا فتنت على نفسي وجايب لك الموضوع بسيط جدا وساهل بقول لك طول الجزء المقطوع من محور الصدات قد إيه تسعة يبقى أنت مش محتاج تتعب فيه لو هي مسألة عادية ما كنتش أنا أقيل لك كنت أنت هتاخد نقطة من النقطتين اللي بيمر بيهم الخط المستقيم تعود بها في المعادلة بتاعتي وطلع قيمة الجزء المقطوع تحط الصورة العامة للمعادلة صد بتساوي ميم سين زائد جيم بتعود بالميل وتعود بنقطة صين وصاد وطلع قيمة الجيم إنما هنا المعادلة بتاعتي بقت جهزة على طول صد بتساوي الميل اللي هو سالب تسعة للاربعة صين زائد تسعة هو إيه الله الجزئين موجبين خلي بالك طيب المسألة للبعدة كده بتقول لي إذا كانت النقطة آآ 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 آ آ آآ ألف تلاتة وسالب واحد والنقطة بيه خمسة وتلاتة دول عبارة عن نقطتين بيقول لي اوجد معادلة محور تماثل طب نركز بس الاول يعني ايه محور تماثل? احنا عارفين ان محور تماثل لاي قطعة مستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها. يبقى انا دلوقتي عندي معلومتين. وانا عشان اكم اكون المعادلة بتاعة اه محور تماثل لازم ابقى اعرف الميل. وجزء المقطوع. طب انا هجيبي الميل منين? بانا لسه اقيل ان المحور التماثل بيكون عمودي على القطعة المستقيم. يعني معنى كده الاول لازم اجيب ميل الف بي. يبقى هو ده الميل اللي انا عايزه? لأ طبعا انا بقول ان هو عمودي عليه. المفروض ان ميل المستقيم المطوب اللي هو بتاع محور التماثل. ممكن اقول سالب واحد على ميل الف بي. تمام. يعني معنى كده الاول لازم احسب ميل الف بي. طبعا بفكرك كل مرة ان الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السنات. هقول آآ تلاتة ناقص سالب واحد يعني تلاتة زائد واحد على خمسة ناقص تلاتة طبعا دي هتطلع لنا باتنين. هقول له بقى بما ان ميل محور تماثل الف بي. اتفقنا مع بعض ان هو هيساوي سالب واحد على ميل الف بي. سالب واحد على الاتنين. طب انا كده هبتدي اكتب بصورة مبدئية للمعادلة بتاعة محور التماثل. هقول له ان صاد بتساوي طبعا ميم سين زائد جيم. ميم اللي هو الميل انا جبته بسالب نصف هعوض عنه. يبقى معادلتي بقت صاد بتساوي سالب نص سين زائد جيم. فاضل عني فاضل عندي ان انا اجيب نقطة جيم. على فكرة المرة دي انا مش هعوض باي نقطة من اللي موجودين فوق. لان هو مديني معلوم ان هو محور تماثل معنا كده ان هو بيمر بنقطة المنتصف بتاعة الف بي. يبقى انا الاول اجيب نقطة منتصف الف بي او احداثيات نقطة منتصف الف بي هتساوي. مجموعة السينات على الاتنين. ومجموعة الصداة على الاتنين. يعني تلاتة زائد خمسة على الاتنين. وكمان سالب واحد زائد تلاتة على الاتنين. هتديني اربعة وواحد. انا عبتدي بقى اعوض بالنقطة ديت في المعادلة بتاعتي. يعني هشيل السين وحط مكانها اربعة. وشيل الصاد وحط مكانها واحد. يعني معادلتي هتبقى سالب نص في اربعة زائد جيم بتساوي واحد. طبعا سالب نص في اربعة هتديني سالب اتنين. يبقى سالب اتنين زائد جيم بتساوي واحد. اودي سالب اتنين الناحية التانية بعكس الاشارة يبقى جيم بتساوي تلاتة انا كده جبت الجزء المقطوع هبتدي اكتب المعادلة في صورتها طبعا الكاملة الاخيرة ان معادلة محور التماسل هتساوي صاد بتساوي سالب نص سين زائد تلاتة اخر سؤال معايا النهاردة اولاد بيقول لي اوجد معادلة المستقيم الموازي للمستقيم تلاتة سين ناقص اربعة صاد زائد سبعة بتساوي صفر ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصدات جزءا طوله اربع وحدات الله الموضوع بسيط جدا هو قال لك هنا هتلي معادلة الخط المستقيم الموازي انا بفرح جدا لما بتديني معلومة موازي او عمودي لانك انت كده كأنك بتغششني وبتقول لي هاتل ايه الميل هاتل الميل بص لخط المستقيم بتاعك تلاتة سين ناقص اربعة صاد زائد اربعة بيساوي صفر معادلة صفرية اقدر اجيب منها الميل طريق القانون اللي هو سالب معامل سين على معامل صد يعني سالب تلاتة على سالب اربعة يعني الميل حيطلع بتلاتة على اربعة جميل جدا طيب يبقى كده فاضل بقى المشكلة التانية ان انا جيب طول الجزء المقطوع من محور الصدات هي ولا مشكلة ولا حاجة ده انا قتلك ويقطع من الجزء المجب لمحور الصدات جزء طوله اربع وحدات يعني مجب اربعة اصبح المعادلة جاهزة وفي ايديك يبقى اول حاجة هعملها هجيب الميل الميل بتاعي سالب معامل سين على معامل صد بتساوي سالب تلاتة على سالب اربعة اللي هو تلاتة على اربعة والمستقمان متوازيان يبقى ميم واحد بيساوي ميم الاثنين يبقى الميل بتاعي تلاتة على اربعة بعد كده حبدأ اكون المعادلة بشكل مباشر صد بتساوي ميم سين زائد جيم حط الميل في مكانه وحط الجزء المقطوع في مكانه يبقى صد بتساوي تلاتة على اربعة سين زائد اربعة بالشكل ده اولاد احنا وصلنا لنهاية مراجعتنا يعني ارجو منكم تحلوا كتير على قد ما تقدروا ربنا يكرمكم ان شاء الله الموضوع سهل المنهة الجميل ويقدر يتلم بس مطلوب منك تحل كتير وان شاء الله بالتوفيق ونشوف ان شاء الله اسميكم كلكم في الاوائل باذن الله ان شاء الله نشوفكم في مراجعة الجبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة